المحات من حياة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه استمرت خلافة أبي بكر سنتين وثلاثة أشهر ثم توفي أبو بكر وقد ترك الخلافة بعد ذلك لعمر وبايعه الناس وقد رأى أبو بكر أن عمر بن الخطاب هو أصلح الناس لتولي هذا الأمر فاختاره من بعده وبيعه المسلمون بعد ذلك فصار خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مدة خلافته عشر سنين وتعد خلافة عمر بن الخطاب من أجمل السنوات في عمر الإسلام بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه تولى عمر الخلافة في بداية القتال العنيف في الشام حيث تجمع المسلمون في اليرموك أمام جموع الروم الهائلة وانتصر المسلمون في هذه المعركة انتصارا مؤزرا وفتحت دمشق وحمص وقنسرين وأجنادين ثم كان الفتح العظيم وهو فتح بيت المقدس وصار المسلمون يجولون في أرض الروم كما يحلوا لهم ثم بعد ذلك اتجه عمر بن العاص إلى مصر وفتحها واتجه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الشرق حيث بلاد فارس فأوطأ الخيل ديارهم وكبدهم خسائر عظيمة ثم كانت معركة القادسية العظيمة بقيادة سعد بن أبي وقاص وكانت من المعارك الفاصلة ثم فتحت خراسان وكانت الفتوحات كثيرة جدا في عهد الفاروق رضي الله عنه كان عمر يراقب الولاة مراقبة شديدة وكان يسأل الناس عنهم ويستطلع أخبارهم وكان محمد بن مسلمة رسول عمر بن الخطاب يستطلع أحوال الولاة ومن سياساته أنه كان يعس بالليل ويحرص على أمن المدينة حرصا شديدا ولم يكن يسمح لكبار الصحابة بالخروج من المدينة ليستشيرهم في أموره وأظهر العدل حتى قال فيه رسول كسرى لما رآه نائما تحت شجرة وهو أمير المؤمنين حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر عن حذيفة بن اليمان قال بينا نحن جلوس عند عمر قال عمر أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال عمر ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر قال حذيفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال عمر أيكسر الباب أم يفتح قال حذيفة بل يكسر قال عمر إذن لا يغلق أبدا قلت أي حذيفة أجل قالوا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله من الباب فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب قال عمر فهذا الباب هو عمر نفسه وكسر الباب هو قتله رضي الله عنه لما قتله أبو لؤلؤة المجوسي قبحه الله تبارك وتعالى هذا هو الفاروق فتعالوا نغوص معا داخل الحياة العمرية لنعرف معا بعضا من جوانبها الشخصية أما عن نسبه فهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العز بن رياح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر وفهر هو قريش أما أزواجه فزينب بنت مضعون ومليكة بنت جرول وأم حكيم بنت الحارث وعاتكة بنت زيد وأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وجميلة بنت عاصم وقريبة بنت أبي أمية وأما أولاده فالذكور زيد الأكبر وزيد الأصغر وعاصم وعبد الله وعبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وعبيد الله وعياد أما الإناث فحفصة ورقية وزينب وفاطمة وأما عن صفاته الخلقية رضي الله عنه فكان أبيض أمهق تعلوه حمره حسن الخدين والأنف والعينين غليظ القدمين والكفين مجدول اللحم وكان طويلا جسيما أصلع قد فرع الناس كأنه راكب على دابة وكان قويا شديدا لا واهنا ولا ضعيفا وكان إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع أما عن حياته في الجاهلية فقد أمضى عمر في الجاهلية شطرا من حياته ونشأ كأمثاله من أبناء قريش وامتاز عليهم بأنه كان ممن تعلم القراءة وهؤلاء كانوا قليلين جدا وقد حمل المسئولية صغيرا ونشأ نشأة غليظة شديدة لم يعرف فيها ألوان الترف ولا مظاهر الثروة ودفعه أبوه الخطاب في غلظة وقسوة إلى المراعي يرعى إبله وتركت هذه المعاملة القاسية من أبيه أثرا سيئا في نفس عمر فظل يذكرها طيلة حياته ولا شك أن هذه الحرفة وهي الرعي التي لازمت عمر بن الخطاب في مكة قبل أن يدخل الإسلام قد أكسبته كذلك صفات جميلة كقوة التحمل والجلد وشدة البأس ولم يكن رعي الغنم هو شغل بن الخطاب في جاهليته بل حذق من أول شبابه ألوانا من رياضة البدن كالمصارعة وركوب الخيل والفروسية وتذوق الشعر ورواه وكان يهتم بتاريخ قومه وشؤونهم وحرص على الحضور في أسواق العرب الكبرى كعكاض وذي المجاز واستفاد منها في التجارة ومعرفة تاريخ العرب اشتغل عمر رضي الله عنه بالتجارة وربح منها ما جعله من أغنياء مكة وكسب معارف متعددة من البلاد التي زارها للتجارة فرحل إلى الشام صيفا وإلى اليمن شتاء احتل مكانة بارزة في المجتمع المكي الجاهلي وأسهم بشكل فعال في أحداثه وساعده تاريخ أجداده فقد كان جده نفيل بن عبد العزة تحتكم إليه قريش في خصوماتها فضلا عن أن جده الأعلى كعب بن لؤي كان عظيم القدر والشأن عند العرب فقد أرخوا بسنة وفاته إلى عام الفيل وتوارث عمر عن أجداده هذه المكانة المهمة التي أكسبته خبرة ودراية ومعرفة بأحوال العرب وحياتهم فضلا عن فطنته وذكائه فلجأوا إليه في فض خصوماتهم يقول ابن سعد إن عمر كان يقضي بين العرب في خصوماتهم قبل الإسلام لقد عاش عمر في الجاهلية وسبر أغوارها وعرف حقيقتها وتقاليدها وأعرافها ودافع عنها بكل ما يملك من قوة ولذلك لما دخل في الإسلام عرف جماله وحقيقته وتيقن الفرق الهائل بين الهدى والضلال والكفر والإيمان والحق والباطل كانت أول شعاعة من نور الإيمان لامست قلب عمر يوم رأى نساء قريش يتركن بلدهن ويرحلن إلى بلد بعيد عن بلدهن بسبب ما لقين منه ومن أمثاله فرق قلبه وعاتبه ضميره فرثى لهن وأسمعهن الكلمة الطيبة التي لم يكن يطمعن أن يسمعن منه مثلها قالت أم عبد الله بنت حنتمة لما كنا نرتاحل مهاجرين إلى الحبشة أقبل عمر حتى وقف علي وكنا نلقى منه البلاء والأذى والغلظة علينا فقال لي إنه الانطلاق يا أم عبد الله قلت نعم والله لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا فقال عمر صاحبكم الله ورأيت منه رقة لم أرها قط فلما جاء عامر بن ربيع وكان قد ذهب في بعض حاجته وذكرت له ذلك قال كأنك قد طمعت في إسلام عمر قلت نعم فقال إنه لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب لقد تأثر عمر من هذا الموقف وشعر أن صدره قد أصبح ضيقا حرجا فأي بلاء يعانيه أتباع هذا الدين الجديد وهم على الرغم من ذلك صامدون ما سر تلك القوة الخارقة شعر بالحزن وعصر قلبه الألم وبعد هذه الحادثة بقليل أسلم عمر رضي الله عنه وبسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت السبب الأساسية في إسلامه فقد دعا له بقوله اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب وكان أحبهما إليه عمر دخل عمر في الإسلام بإخلاص متناهن وعمل على تأكيد الإسلام بكل ما أوتي من قوة وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حينا قال صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متتم وإن حييتم قال ففيما الاختفاء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يبدو قد رأى أنه قد آن الأوان للإعلان وأن الدعوة قد غدت قوية تستطيع أن تدفع عن نفسها فأذن بالإعلان وخرج صلى الله عليه وسلم في صفين عمر في أحدهما وحمزة في الآخر ولهم كديد ككديد الطحين حتى دخل المسجد فنظرت قريش إلى عمر وحمزة فأصابتها كآبة لم تصبها قط وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفارق لقد أعز الله الإسلام والمسلمين بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد كان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره وامتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة رضي الله عنهما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نطوف بالبيت ونصلي حتى أسلم عمر فلما أسلم قاتلهم حتى تركون فصلينا وطفنا وقال أيضا كان إسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمارته رحمة لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي ونطوف بالبيت حتى أسلم عمر فلما أسلم قاتلناهم حتى تركونا نصلي وقال صهيب بن سنان لما أسلم عمر بن الخطاب ظهر الإسلام ودعي إليه علانية وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلض علينا ورددنا عليه وعندما أراد عمر الهجرة إلى المدينة أبا إلا أن تكون علانية يقول ابن عباس رضي الله عنه ما قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى فرسه وانتضى في يده أسهما ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها فطاف بالبيت سبعا متمكنا ثم أتى المقام فصلى متمكنا ثم وقف على الحلق واحدة واحدة فقال لهم شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس يعني الأنوف من أراد أن تذكله أمه ويوتم ولده أو يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي وكان قدوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها وكان معه من لحق به من أهله وقومه وأخوه زيد بن الخطاب وعمر وعبد الله بن سراقة بن المعتمر وخنيس بن حذافة السهمي وابن عمه سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وواقد بن عبد الله التميمي حليف لهم وخول بن أبي خولة ومالك بن أبي خولة وهما حليفان لهم وإياس وخالد وعاقل وعامر وحلفاؤهم من بني سعد بن ليث فنزلوا على رفاعة بن عبد المنذر في بني عمر بن عوف بقباء يقول البراء بن عازب رضي الله عنه أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان الناس فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر أخرجه البخاري ومن فضائله رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يكون في أمتي أحد فإنه عمر أورده البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله متفق عليه وأورده البخاري في فضائل الصحابة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان متفق عليه وأورده البخاري في صحيحه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهاً يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك متفق عليه وأورده البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر عمر الملهم قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن فنزلت هذه الآية عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن ولقد استمد الفاروق من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وتربية ومعرفة بمقاصد هذا الدين العظيم وخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم برعايته وشمله بتسديده ولقد شهد له صلى الله عليه وسلم بالعلم فقد قال صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بقد حلبا فشاربت حتى إني لأرري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم ولقد جمع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عمر حب شديد والحب عامل هام في تهيئة مناخ علمي ممتاز بين المعلم وبين تلميذه يأتي بخير النتائج العلمية والثقافية لما له من عطاء متجدد وعمر قد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما وتعلق فؤاده به وقدم نفسه فداء له وتضحية في سبيل نشر دعوته فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر واستأذن عمر يوما إلى عمرة فقال له صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي في دعائك فقال عمر ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله يا أخي وإلى لقاء آخر لنكمل رحلة المسير فانتظرونا العدل العدل شخصية الفاروق رضي الله عنه لقد كان الفاروق قدوة في عدله أسر القلوب وبهر العقول فالعدل في نظره دعوة عملية للإسلام به تفتح قلوب الناس للإيمان وقد سار على ذات نهج الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت سياسته تقوم على العدل الشامل بين الناس وقد نجح في ذلك على صعيد الواقع والتطبيق نجاحا منقطع النظير لا تكاد تصدقه العقول حتى اقترن اسمه بالعدل وبات من الصعب جدا على كل من عرف شيئا يسيرا من سيرته أن يفصل ما بين الاثنين وهذه بعض مواقفه في إقامته للعدل والقصط بين الناس فقد حكم بالحق لرجل يهودي على مسلم ولم يحمله كفر اليهودي على ظلمه والحيف عليه فأخرج الإمام مالك من طريق سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق وكان رضي الله عنه يأمر عماله أن يوافوه بالمواسم فإذا اجتمعوا قال أيها الناس إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيئكم بينكم فمن فعل بغير ذلك فليقم فما قام أحد إلا رجل واحد قام فقال يا أمير المؤمنين إن عاملك ضربني مئة صوت قال فيما ضربته قم فاقتص منه فقام عمر بن العاصف قال يا أمير المؤمنين إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأخذ بها من بعدك فقال أنا لا أقيد قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقد من نفسه قال فدعنا فلنرضه قال دونكم فأرضوه فافتدى منه بمئتي دينار كل سوط بدينارين ولو لم يرضوه لقتص منه رضي الله عنه وجاء رجل من أهل مصر يشكو بن عمر بن العاصي واليه على مصر قائلا يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم قال عذت معاذا قال سابقت بن عمر بن العاصي فسبقته فجعل يضربني بالصوت ويقول أنا بن الأكرمين فكتب عمر إلى عمر رضي الله عنهما يأمره بالقدوم ويصحب ابنه معه فقدم عمر فقال عمر أين المصري خذ الصوت فاضرب فجعل يضربه بالصوت ويقول عمر اضرب ابن الأكرمين قال أنس فضرب فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما رفع عنه حتى تمنينا أن يرفع عنه ثم قال عمر للمصري اصنع على صلعة عمر فقال يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني وقد اشتفيت منه فقال عمر لعمر مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا قال يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم يأتني وقد أصابت الناس في إمارة عمر رضي الله عنه سنة جذب بالمدينة وما حولها فكانت تسقى إذا ريحت ترابا كالرماد فسمي ذلك العام عام الرمادة فآلى عمر أليذوق سمنا ولا لبنا ولا لحما حتى يحيى الناس من أول الحياة فكان بذلك حتى أحيى الناس فقد مسوق عكة من سمن ووطب من لبن فاشتراهما غلام لعمر بأربعين ثم أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين قد أبر الله يمينك وعظم أجرك قدم السوق لابن وسمن فابتعتهما بأربعين فقال عمر أغليت بهما فتصدق بهما فإني أكره أن آكل إسرافا وقال عمر كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم ومن صور تطبيق المساواة بين الناس ما قام به عمر عندما جاءه مال فجعل يقسمه بين الناس فازدحموا عليه فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خالص إليه فعلاه بالدرة وقال إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لن يهابك فإذا عرفنا أن سعدا كان أحد العشرة المبشرين بالجنة وأنه فاتح العراق ومدائن كسرة وأحد الستة الذين عينهم للشورى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم وأنه كان يقال له فارس الإسلام عرفنا مبلغ التزام عمر بتطبيق المساواة وقد ضرب الخليفة الراشد أروع الأمثلة في أداء الأمانة فيما تحت يديه فقد روى أبو داود عن مالك بن أوس بن الحدثان قال ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء فقال ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما أحد مننا بأحق به من أحد إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته وعن الربيع بن زياد الحارثي أنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن أحق الناس بطعام لين ومركب لين وملبس لين لأنت وكان أكل طعاما غليظا فرفع عمر جريدة كانت معه فضرب بها رأسه ثم قال أما والله ما أراك أردت بها وجه الله ما أردت بها إلا مقاربتي وإن كنت لأحسب أن فيك خيرا ويحك هل تدري مثلي ومثل هؤلاء قال وما مثلك ومثلهم قال قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم فقالوا أنفق علينا فهل يحل له أن يستأثر منها بشيء قال لا يا أمير المؤمنين قال فذلك مثلي ومثلهم إن مفتاح شخصية الفاروق إيمانه بالله تعالى والاستعداد لليوم الآخر وكان هذا الإيمان سببا في التوازن لمدهش والخلاب في شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولذلك لم تطغ قوته على عدالته وسلطانه على رحمته ولا غناه على تواضعه وأصبح مستحقا لتأييد الله وعونه فقد حقق شروط كلمة التوحيد من العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والمحبة وكان على فهم صحيح لحقيقة الإيمان وكلمة التوحيد فظهرت آثار إيمانه العميق في حياته والتي من أهمها شدة خوفه من الله تعالى بمحاسبته لنفسه كان رضي الله عنه يقول أكثروا من ذكر النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامها حديد وجاء ذات يوم أعرابي فوقف عنده وقال يا عمر الخير جزيت الجنة جهز بنياتي وأمهن وكن لنا في ذا الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن قال فإن لم أفعل ماذا يكون يا أعرابي قال أقسم أني سوف أمضين قال فإن مضيت ماذا يكون يا أعرابي قال والله عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة فبكى عمر حتى خضلت لحيته بدموعه ثم قال يا غلام أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره والله ما أملك قميصا غيره وهكذا بكى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكاء شديدا تأثرا بشعر ذلك الأعرابي الذي ذكره بموقف الحساب يوم القيامة مع أنه لا يذكر أنه ظلم أحدا من الناس ولكنه لعظيم خشيته وشدة خوفه من الله تعالى تنهمر دموعه أمام كل من يذكره بيوم القيامة وكان رضي الله عنه من شدة خوفه من الله تعالى يحاسب نفسه حسابا عسيرا فإذا خيل إليه أنه أخطأ في حق أحد طلبه وأمره بأن يقتص منه فكان يقبل على الناس يسألهم عن حاجتهم فإذا أفضوا إليه بها قضاها ولكنه ينهاهم عن أن يشغلوه بالشكاوى الخاصة إذا تفرغ لأمر عام وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال مر عمر رضي الله عنه وأنا في السوق وهو مار في حاجة ومعه الدرة فقال هكذا أمط عن الطريق يا سلمة قال ثم خفقني بها خفقة فما أصاب إلا طرف ثوبي فأمط عن الطريق فسكت عني حتى كان في العام المقبل فلقيني في السوق فقال يا سلمة أردت الحج العام قلت نعم يا أمير المؤمنين فأخذ بيدي فما فارقت يدي يده حتى دخل بيته فأخرج كيسا فيه ستمائة درهم فقال يا سلمة استعن بهذه واعلم أنها من الخفقة التي خفقتك عام أول قلت والله يا أمير المؤمنين ما ذكرتها حتى ذكرتنيها فقال والله ما نسيتها بعد وكان رضي الله عنه يقول في محاسبة النفس ومراقبتها حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وكان من شدة خشيته لله ومحاسبته لنفسه يقول لو مات جدي بطف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر وعن علي رضي الله عنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قتب يعد فقلت يا أمير المؤمنين أين تذهب؟ قال بعير الند من إبل الصدقة أطلبه فقلت أذللت الخلفاء بعدك فقال يا أبا الحسن لا تلمني فوالذي بعث محمدا بالنبوة لو أن عناقا أخذت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة وعن أبي سلامة قال انتهيت إلى عمر وهو يضرب رجالا ونساء في الحرم على حوض يتوضؤون منه حتى فرق بينهم ثم قال يا فلان قلت لبيك قال لا لبيك ولا سعديك ألم آمرك أن تتخذ حياضا للرجال وحياضا للنساء؟ قال ثم اندفع فلقيه علي رضي الله عنه فقال أخاف أن أكون هلكت قال وما أهلكك؟ قال ضربت رجالا ونساء في حرم الله عز وجل قال يا أمير المؤمنين أنت راع من الرعاة فإن كنت على نصح وإصلاح فلن يعاقبك الله وإن كنت ضربتهم على غش فأنت الظالم وعن الحسن البصري أنه قال بينما عمر رضي الله عنه يجول في سكك المدينة إذ عرضت له هذه الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فانطلق إلى أبي بن كعب فدخل عليه بيته وهو جالس على وسادة فانتزعها أبي من تحته وقال دونكها يا أمير المؤمنين قال فنبذها برجله وجلس فقرأ عليه هذه الآية وقال أخشى أن أكون أنا صاحب الآية وأوذي المؤمنين قال لا تستطيع إلا أن تعاهد رعيتك فتأمر وتنهى فقال عمر قد قلت والله أعلم وكان عمر رضي الله عنه ربما توقد النار ثم يدلي يده فيها ثم يقول ابن الخطاب هل لك على هذا صبر وعندما بعث سعد بن أبي وقاص أيام القادسية إلى عمر رضي الله عنه بقباء كسرة وسيفه ومنطقته وسراويله وقميصه وتاجه وخفيه نظر عمر في وجوه القوم فكان أجسمهم وأمدهم قام سراقة بن جعثم فقال يا سراقة قم فلبس فقام فلبس وطمع فيه فقال له عمر أدبر فأدبر ثم قال أقبل فأقبل ثم قال بخ بخ أعرابي عليه قباء كسرة وسراويله وسيفه ومنطقته وتاجه وخفاه رب يوم يا سراقة لو كان عليك فيه من متاع كسرة كان شرفا لك ولقومك انزع فنزع سراقة فقال عمر اللهم إنك منعت هذا رسولك ونبيك وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني ثم أعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي ثم بكى حتى رحمه من عنده ثم قال لعبد الرحمن أقسمت عليك إلا بعته ثم قسمته قبل أن تمسي وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاجا من المدينة إلى مكة إلى أن رجعنا فما ضرب له فسطاطا ولا خباء كان يلقي الكساء والنطع على الشجرة فيستظل تحته هذا هو أمير المؤمنين الذي يسوس رعية من المشرق والمغرب يجلس على التراب وتحته رداء كأنه أدنى الرعية أو من عامة الناس ودخلت عليه مرة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد رأت ما هو فيه من شدة العيش والزهد الظاهر عليه فقالت إن الله أكثر من الخير وأوسع عليك من الرزق فلو أكلت طعاما أطيب من ذلك ولبست ثيابا ألين من ثوبك قال سأخاصمك إلى نفسك فذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يلقى من شدة العيش فلم يزل يذكرها ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت معه حتى أبكاها ثم قال إنه كان لي صاحبان سلك طريقا فإن سلكت الشديد لعلي أن أدرك معهما عيشهما الرخي لقد بسطت الدنيا بين يدي عمر رضي الله عنه وتحت قدميه وفتحت بلاد الدنيا في عهده وأقبلت إليه الدنيا راغمة فما طرف لها بعين ولا اهتز لها قلبه بل كان كل سعادته في إعزاز دين الله وقطع دابر المشركين كان الزهد صفة بارزة في شخصية الفاروق يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والله ما كان عمر بن الخطاب بأقدمنا هجرة وقد عرفت بأي شيء فضلنا كان أزهدنا في الدنيا وقدم على عمر بن الخطاب وفد من العراق فيه ملأحنف بن قيس في يوم صائف شديد الحر وعمر معتجر بعباءة يعني معمم يهنأ بعيرا من إبل الصدقة أن يطليه بالقطران فقال يا أحنف ضع ثيابك وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير فإنه من إبل الصدقة فيه حق اليتيم والأرملة والمسكين فقال رجل من القوم يغفر الله لك يا أمير المؤمنين فهل لا تأمر عبدا من عبيد الصدقة فيكفيك فقال عمر وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف إنه من ولي أمر المسلمين يجب عليه ما يجب على العبد لسيده في النصيحة وأداء الأمانة وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء فقلت يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا فقال لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ والله يا بن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك وعن جبير بن نفير أن نفرا قال لعمر بن الخطاب ما رأينا رجلا أقضى بالقصد ولا أقول للحق ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين فأنت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عوف بن مالك كذبتم والله لقد رأينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هو فقال أبو بكر فقال عمر صدق عوف وكذبتم والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي يعني قبل أن يسلم لأن أبا بكر أسلم قبله بست سنين وفي هذا دلالة واضحة على تواضع عمر وتقديره للفضلاء ولا يقتصر على الأحياء منهم ولكنه يعم منهم الموتى كذلك فلا يرضى أن ينكر فضلهم أو يغفل ذكرهم ويظل يذكرهم بالخير في كل موقف ويحمل الناس على احترام هذا المعنى النبيل وعدم نسيان ما قدموه من جلائل الأعمال فيبقى العمل النافع متواصل الحلقات يحمله رجال من رجال إلى رجال فلا ينسى العمل الطيب بغياب صاحبه أو وفاته وفي هذا وفاء وفيه إيمان رضي الله عن عمر رضا يغنيه عن رضا من سواه وإلى لقاء آخر نعيش فيه مع الأيام الأخيرة في حياة الفاروق حوار عمر وحذيفة حول الفتن قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقلت أنا أحفظه كما قال قال هاتي لله أبوك إنك لجريء قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال عمر ليس هذا أريد إنما أريد الفتنة التي تموجك موج البحر قلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال فيكسر الباب أو يفتح قلت لا بل يكسر قال ذاك أحرى ألا يغلق أبدا حتى قيام الساعة قال أبوائل الراوي عن حذيفة هل كان عمر يعلم من الباب قال حذيفة نعم كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط قال أبوائل فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب فقلنا لمسروق سل حذيفة من الباب فقال مسروق لحذيفة من الباب قال حذيفة هو عمر وعن سعيد بن المسيبي أن عمر رضي الله عنه لما نفر من منا أناخ بالأبطح فكوم كومة من بطحاء فألقى عليها طرف ثوبه ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني غير مضيع ولا مفرط ثم قدم المدينة وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك وجاء في رواية اللهم قتلا في سبيلك ووفاة في بلد نبيك فقيل لعمر رضي الله عنه وأنى يكون ذلك قال يأتي به الله إذا شاء وقال عوف بن مالك الأشدعي رأيت سببا أي حبلا تدلى من السماء وذلك في إمارة أبي بكر رضي الله عنه وأن الناس تطاولوا له وأن عمر فضى لهم بثلاثة أذرع قلت وماذاك قال لأنه خليفة من خلفاء الله تعالى في الأرض وأنه لا يخاف لوم تلائم وأنه يقتل شهيدا قال فغدوت على أبي بكر فقصصتها عليه فقال يا غلام انطلق إلى أبي حفص فادعه لي فلما جاء قال يا عوف اقصصها عليه كما رأيتها فلما أتيت أنه خليفة من خلفاء الله تعالى قال عمر أكل هذا يرى النائم قال فقصها عليه فلما ولي عمر أتى الجابية وإنه لا يخطب فدعاني فأجلسني فلما فرغ من الخطبة قال قص علي رؤياك فقلت له ألست قد جبهتني يعني منعتني عنها قال قد خدعتك أيها الرجل وجاء في رواية قال أولم تكذب بها قال لا ولكن استحييت من أبي بكر فقصها علي فلما قصصتها قال أما الخلافة فقد أوتيت ما ترى وأما أن لا أخاف في الله لوم تلائم فإني أرجو أن يكون قد علم ذلك مني وأما أن أقتل شهيدا فأنا لي بالشهادة وأنا في جزيرة العرب وقال أبو موسى الأشعري رأيتك أني أخذت جوادا كثيرا فجعلت تضمحل حتى بقيت واحدة فأخذتها فانتهيت إلى جبل زلق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه أبو بكر وإذا هو يومئ إلى عمر أن تعال فقلت ألا تكتب بها إلى عمر فقال ما كنت لأنعي له نفسه وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعض ما قاله عمر في خطبة الجمعة في الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة وهي آخر خطبة له فقال في الخطبة نفسها إني رأيت رؤيا لا أراها إلا حضور أجلي رأيتك أن ديكا نقرني نقرتين وإن قوما يأمرونني أن أستخلف وأعين الخليفة من بعدي وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي وقبل استشهاد الفاروق بأربعة أيام أي في يوم الأحد في الثالث والعشرين من ذي الحجة قابل الصحابيين حذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف رضي الله عنهما وكان قد وظف حذيفة ليقدر خراج الأرض التي تسقى بماء نهر دجلة ووظف سهل بن حنيف ليقدر خراج الأرض التي تسقى بماء نهر الفرات وقال لهما كيف فعلتما أخاف أن تكون قد حملتم الأرض ما لا تطيق قال حملناها أمرا هي له مطيقة فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا ولكنه طعن في اليوم الرابع من هذه المحاورة بينه وبينهما وكان عمر رضي الله عنه لا يأذن للسبايا في الأقطار المفتوحة بدخول المدينة المنورة عاصمة دولة الخلافة فكان يمنع مجوس العراق وفارس ونصار الشام ومصر من الإقامة في المدينة إلا إذا أسلموا ودخلوا في هذا الدين وهذا الموقف يدل على حكمته وبعد نظره لأن هؤلاء القوم المغلوبين المنهزمين حاقدون على الإسلام مبغضون له مهيئون للتآمر والكيد ضد الإسلام والمسلمين ولذلك منعهم من الإقامة فيها لدفع الشر عن المسلمين ولكن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان لهم عبيد ورقيق من هؤلاء السبايا النصارى أو المجوس وكان بعضهم يلح على عمر أن يأذن لبعض عبيده ورقيقه من هؤلاء المغلوبين بالإقامة في المدينة ليستعين بهم في أموره وأعماله فأذن عمر لبعضهم بالإقامة في المدينة على كره منه ووقع ما توقعه عمر وما كان حذر منه قال عمر بن ميمون إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غدا تأصيب وكان إذا مر بين الصفين قال استو فإذا استووا تقدم فكبر وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة بالناس وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال عمر يا ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع يشير إلى غلام المغيرة بن شعبة أبو لؤلؤة فيروز قال نعم قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فأتي بتمر منقوع فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه وقال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوه قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسلفي بني عدي بن كعب فإن لم تفي أموالهم فسلفي قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عني هذا المال وانطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يبقى مع صاحبيه فسلم عبد الله بن عمر واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي فلما أقبل قل هذا عبد الله بن عمر قد جاء قال أرفعوني فأسنده رجل إليه فقال ما لديك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت قال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك فإذا أنا قضيت فاحملني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذن لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين قال فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب قالت عائشة أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه رحم الله الفاروق عمر رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وعوض الأمة خيرا عن هؤلاء الجبال الرواسي اللهم آمين اللهم آمين هؤلاء الجبال الرواسي شكرا